دمشق وريفها جاهز معنا الآن براء هل تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك مرحبا بك سيدتي نعم أهلا بك براء إلى السوديو الحدث يعني بداية لو تطلعنا على آخر التطورات والأنباء حول القصف في دمشق وريفها حتى ساعة نعم الحقيقة كان هناك تصعيب من قبل قوات النظام قذائف الفوزليكا راجمات الصواريخ أيضا قذائف الهاون والتي طالت معظم بلدات الغوطة الشرقية في كل من دومة سقبة كفر بطنة أيضا بلدة الأمليحة في ريف دمشق أيضا كان هناك اشتباكات متقطعة بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام في حي جوبر الدمشقي أيضا تمكنت قوات الفصائل المعارضة المسلحة والثوار من تحرير عدة نقاط تسيطر عليها قوات النظام بالإضافة لعدة اشتباكات أيضا شهدتها شرق الغوطة الشرقية مناطق المرج وقرية حديثة دركمان وقرب من مطار دمشق الدولي في الـ 24 ساعة الماضية كانت هناك غارات لطيران الحربي وقصف بالصواريخ الفراغية شديدة الانفجار في كفر بطنة في حموريا وكان هناك ضحايا بين الصفوف المدنيين بالانتقال للغوطة الغربية أيضا كانت هناك عدة اشتباكات على مدخل بلد الدارية الصمود والتي تشاهد حملة شرسة من قبل قوات النظام والتي أيضا بدورها تم قصفها بالبراميل المتفجرة جراء القصف بالطيران المروحي بالانتقال للجبال يعني لو سمحت لي القصف بالبراميل المتفجرة هل تركز على أحياء معينة؟ يعني الحقيقة دائما الطيران المروحي أو الطيران الحربي طائرات المكتس تهدف فقط النقاط الطبية الأسواق التجمعات المدارس هذا لم يعد يخفى على أحد كان هناك ضحايا في كفر بطنة البارحة وفي حموريا تحديدا تم استهداف نقطة طبية كان هناك على الأقل خمس قتلى بين صفوف المدنيين وعشرات الجرحة تم إسعافهم لبعض النقاط الطبية وهي التي أيضا بدورها تشتكي بنقص بحاد من جميع الأدوات الطبية والمستلزمات الطبية وهل من عدد محدد لديك براء تطلعنا عليه حول أعداد الجرحة الذين استهدفوا بهذا القصف؟ نعم بالتأكيد تواصلنا مع مدير المكتب الطبي الموحد داخل الغوطة الشرقية وأكد لنا عن 27 حالة تم إسعافهم جراء القصف العشوائي من الطيران الحربي ومن راجمات الصواريخ فقط على الغوطة الشرقية أنا أخبرك كان هناك من بين الجرحة تم استشهادهم لعدم تمكن الإطباء من معالجتهم لعدم توفر جميع المستلزمات الطبية وجميع الأدوية داخل النقاط الطبية الوضع الإنساني مأساوي للغاية داخل الغوطة الشرقية التي تعاني منذ أكثر من سنة من حصار ممنوع إدخال جميع الأدوات الطبية بل إن إدخال المواد الطبية لداخل الغوطة الشرقية هي نفس تهمة إدخال السلاح ويواجه الإطباء ربما إعدام ميداني على الحواجز لو استطاعوا تهريب بعضها من هذه المواد الطبية لداخل الغوطة الشرقية نعم إذن براء عبد الرحمن مراسل شبكة سوريا مباشر في دمشق وارفها كنت معنا عبر الهاتف شكرا